نقرأ نحب نطاع نحب ننسع هي أحلام الطفل إبراهيم بن جدو القاطن بقرية عيش ببن عزوز في سكيكدا طفل قدر الله أن يصاب بمرض الإفراط في السمنة حتى قارب وزنه القنطارين أمر صعب عليه العيش وسبب ألما كبيرا لأسرته يتعلم في تعليم صورت كوني تقريب ما يقدرش يتنفس خلاص كلا شخونتها الموتش يعني عادي غير هكي ينهج برك وخلاق درك ندله زوز مخاد ماما طبيب قال يدله زوز مخاد قال يقدر يطوفي لك درك يولي دي وشولي يزيد ألم فيه ويقشل فيه يعك بعرق بعرق عادي يقول لي هكي يقول لا ربي يا ربي عزني يا ربي عزني مش خلينيش وولي دي وكل عادي يعرف قلت له ما تدعيش وانا معاك ماما هاكنت وماش واحدة إبراهيم لا يجد ما يلبس وعائلته لم تقدر حتى على توفير ما يأكل فما بالك بعلاجه الذي لا يتضلب الكثير بحسب الأطباء ما ماشي ما يقول ما يشيلي كان عندي اسمه يشيلي عندنا بفض إذا كان القدر أصاب إبراهيم الذي يندهش كل من يراه فالأمل في إنقاذه لا يزال قائما بمدية العون لعلاجه المتوفر حتى في القطاع العمومي